خرق للقوانين الدولية تقول مصر تهديد للملاحة الدولية تدين البحرين مذر بالبيئة البحرية تندد منظمة التعاون الإسلامي ردود أفعال عربية وإسلامية تشجب كالعادة وتستنكر لكن لا أفعال على الأرض المدان هنا إيران على تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر كان آخرها استهداف ناقلتي نفط سعودية قرب باب المندب قالت السعودية إن ناقلة النفط تضررت بشكل طفيف وأضافت في بيان لها أن ميليشيا الحوثي كادت أن تتسبب بكارثة بيئية وهو ما جعل السعودية تعلن التوقيف المؤقت لكل شحنات نفطها الخام ورغم أن الرياضة اعتبرت الهجوم الحوثي بمثابة تهديد إيراني ضد باب المندب إلا أنه من الملاحظ أن أبو ظبي اكتفت بالتعليق على الحادثة بكونها تصرفا إرهابيا أهوج الهجوم الحوثي على ناقلة النفط السعودية حادث إرهابي مضر بمصالح اليمن الحيوية وحركة الملاحة الدولية بنظر الشرعية وهو ما جعل الحكومة تدعو المجتمع الدولي لمساندة جهودها العسكرية في تحرير الحديدة ومينائها التي لم تعد وفق البيان خطرا على اليمن فقط بل على أمن الإقليم ومصالح العالم كله البحر الأحمر لم يعد آمنا هذه ليست مقرد شكوى سعودية للمجتمع الدولي بل أيضا تحذير إيراني لواشنطن على لسان قاسم سليماني أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ردا على تهديدات ترامب لإيران بخطورة التفكير بإغلاق مضيق هرمز مما يفتح تساؤلا مفاده هل أضحت اليمن ساحة التجارب لصراع قادم بين طهران وواشنطن فالصراع الأمريكي الإيراني في هرمز لكن النار في باب المنبذ